دعوني أخدم موضوع إيدن هازارد والتصريح اللي يجى من أنشلوتي اللي ما معناه اللي حابب يطلع يطلع وسكر باب وانت طالع إذا مش حابب يضل هذا التصريح أنا وقفت معه وقرأت أخي أنشلوتي مش من هذا النوع من المدربين مش موريني مش من النوع اللي برمي كلمة عشان الإعلام بكرة يحكيها مش كونتي يكون ديسمع الإدارة بروح طالع مؤتمر صحفي ليش أنشلوتي بيعمل هيك ليش بيحكي مع هازارتيك في سببين واضحات أنا سبب الأول المنطقي إنه هازارد إيجى طالب بحقه كأساسي بيك أنا هازارد شهرتي وأنا نجوميتي وأنا أيامة شلسي تابوف لو شفني أيامة شلسي لعبني فبالنسبة لأنشلوتي الماضي ما بطعمي خبز تعال إلعب هلا هل إنت هل مستواك بلعبك ولا لا فإنك ما رح ترجع أساسي إلا في أدائك بالملعب مش هترجع أساسي بنعنا على أدائك في الماضي ولا على السعر اللي اندفع فيك ولا على الراتب اللي أخدته فأعتقد ربما هي رسالة لشيء صار بينهم بغرفة تغيير الملابس فبشانك أنشلوتي أخذ الموضوع لنوع من التصعيد ربما كلام هازارد أو الكلام اللي وصلوا عن هازارد شو بيحكي أو إنه ممكن هازارد تكلم مع الإدارة كانت ردد فعل أنشلوتي حاسمة أنا الهون اللي بقرد أو شي ثاني شفتوا حرب الإعلانات والأخبار أنشلوه يا هازارد راجع عفلان وهازارد عن يوكاسر وعاتشلسي وحرب وكل شويه نادي صار بده هازارد فجأة ربما يكون إدارة ريال مدريد متيقنة ومؤمنة تماما أن تسريب هذه الأخبار الكثيرة قادمة تماما من وكيل أعماله لأنه ببساطة نادي معين مهتم بهازارد عادي جدا رئيس نادي ريال مدريد ولا مدير رياضي 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 يتصل بالمدير رياضي تكشلسي يا عمي هالكلام صحيح لا والله مش صحيح احنا ما حكينا هيك شي تب صيروا يستوعبوا مع جمع الأخبار مع سكاوتستعونهم مع علاقاتهم مع الصحفيين أنه اللي بصير من حزمة الأخبار المتعلقة أنه هازارد بده يطلع وهازارد ما بده يضل وكل هذا الكلام ممكن يكون وراها وكل الأعمال كانوا عمل الضغط على ريال مدريد عشان يستعيد اللاعب مكانه فهي رسالة واضحة أنه مكانك حيرجع بالملعب مش حيرجع بأي شي تاني فعشان هيك أنشلت ركب شخصية ولبس شخصية مش شخصيته بالتصريحات نوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معه وأنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا تتابعوني عن سيرفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله